وتقول مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء العراقي محمد شيعة السوداني قلق واشنطن من دخول فصائل عراقية على خط الدماس بحرب غزة ما يؤثر على توازن الاستقرار بالمتاقة وذلك قبل الساعات من زيارة بايدن إلى إسرائيل وفيما تستبعد المصادر تساعة رقعة الحرب بوقف الهجوم البري على غزة تؤكد جهزية القوى المؤثرة لإدارة ملف الوسطى بالنيابة حيث يصعب الحوار الغربي المباشر مع الفصائل الفلسطينية ويتابع الاستخباريون حركة القوات غير النظامية نحو القنيطرا وريف دمشق والحدود مع الجولان حسب المصادر فإن واشنطن تنتظر هدوءا على جبهة طهران لمرحلة قادمة من التفاوض على الهدنة مثل ما لا تريد تصعيدا على جبهة العراق الذي بات محورا مهما في استقرار المنطقة من خلال إبعاد الفصائل عن مواجهة غير مضمونة النتائج وتداعيات في جو من الشحن النفسي في بغداد ودمشق وبيروت والانتقال من الخطاب الإعلامي إلى العمل المسلحة